موسيقى وصحفية حول واحد نقطتين أتارت الكثير من الجدل في الآوينة الأخيرة النقطة الأولى تتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف وحقوق المجاورة ومطالبة هذا التنسيق التنسيقية لالنقابات المهنية والفنية ضرورة مطالبة مأساسة هذا المكتب والمطالبة باستقلالية في إطار المذكرة التي توصلت بها رئاسة الحكومة وفارق المعارضة وفارق الأغلبية في الحكومة والنقطة الثانية تتعلق بنقاش مهني أتارت الكثير من المداد في الآوينة الأخيرة من الشغيلة التي تشتغل في المهلة الفنية وما يتعلق بالاقتطاعة الضريبية والحماية الاجتماعية في المجال الفني واعتبار الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي أن جميع الفئات التي تشتغل في المجال الفني تشتغل لحسابها الخاص وهذا فيه ضرب صارخ للقوانين اعتبار أنه فئة الفنانين هناك فئة تشتغل حساب الخاصة هناك فئة تشتغل حساب الغير يعني مرتبطة بعلاقة شغلية بعقد الشغل وفئة أخرى كتاب هؤلاء تدخل في الخانة الأولى وتنظن أنه هنا فين كان الخلال ونحن كهيئات مهنية نقابات مهنية كان يحتجوا وكان طالبوا بالتدخل الملكي من أجل إحقاق الحق ومأسست أولا للمكتب المغربي حقوق المؤلف حقوق المجاورة ثم كان طالبوا بزارة التقافة أنها تعمل بالمقاربة التشاركية وتجلس مع الهيئات المهنية الفنية المستقلة وتسمع للرأي ذيالها لما فيه مصلحة المجال التقافي والفني في المغرب ووراكين الحمد لله عندنا خبراء ووراها في هذا اللقاء الصحفي عندنا مذكيرات تفصيلية وضيحية يعني عرجت تقريبا على جميع النقاط التي نطالبها كتنسيقية للنقابات المهنية الفنية وفي هذا الباب إن شاء الله أرغدين مدوكم للميلة الصحفي في جميع المعطيات وفي جميع المفردات التي سوف تؤضح رؤية هذا التنسيق النقابي المشترك اللي كيجمع تقريبا واحد السبعة والثمانية ديال النقابات المهنية الفاعلة إن وشكاد سنوصحها فيها اللي لانغلا باش التبقى الدروات والتوري التبقى اللي بعمل ديال تقايق حرة تقايق خمتناد اللي جيس اللانين غلا لأننا مبناد اللي جيس اللانين غلا خدمنا خدمنا زيان للمديرات لكل يخدم اللي جيس اللانين ورنري باش داختكشم الوزارة لأن الوزارة كل دورة تشكك الوزيرة رح يتبدل واني ننس كل الحزب ردار ستلية البرنامج ناني نتغوى دطال بيم ديال وردار ستبقى اللي لأنه يالله يس جيس نستفد غلا يالله يس جيس نستفد الفنانة غلا دا ما غا ديزرين لها ردار سوري استفد ياند اللي احتنا دروس نجيس الفلوس كانت نوري اللي مست جيس يوين ولا يرات ولا يويت جيس يالله غلا اللي احتكشوني ميكوك ايقارين نكشوني ميكوك الفلوس من كله داختكش باش الداخن نسخل وضمائن وريدني اللي كم غايد ولا غايد اه زون دي فلوسني خاس نتلوح تي ميكوك ومتمزين هارف اللي سنتم اغنار سخلات الميان هارم تمنى باش الدروا دوتور اخكاد اللي اتبقى غيكاد اللي يستفد الفنانة يسي قرياد لأن الفنانة يقلين لاحسن عوانهم والخصوص ينوزار نفويس للجنوب للأسف حضرت هذه الندوة الصحفية التي اقامتها تنسيقية النقبة الفنية للأسف طرحت سؤال وجيه وهو ان على النقابة ان تراجع نفسها وتحددت عن جدوة يعني ان تلتجئ هذه التنسيقية او النقابة الى المعارضة لانه في رأي هذه المعارضة يعني فاقدة للشرعية ربما او فاقدة للمزدقية هي تتمتع بالشرعية القانونية لكنها فاقدة للمزدقية السياسية لانه في عهدتها الاولى والثانية لم تستطع ان تجد حلولة لملف الفنان المغربي وبالتالي تم تجميد هذا الملف لسنوات ربما تصل الى العقد من الزمن طرحت هذا السؤال وقلت انه كان من الامكان ان تتسم هذه النقابات بشيء من المرونة وتفتح حوار تفتح حوار مع الوزير او الحكومة ولا اقلت استقوي ولكن اقلت بان هذه الهيئة النقابية هي اقوى من المعارضة فهي هي مؤسسات وهي تمثل شريحة عريضة من الفنانين للأسف احد النقابة لم يتقبل هذا الامر واعتبره محاولة لنسف هذه الندوة وانه شكل من اشكال الشعبوية وانا اقول اقول لكل النقابة والامناء النقابة الشرفة انه ما من عيب ان يراجع النقيب يعني اداءه النقابة وهذا ليس عيبا في اطار تطوير الاداء في اطار الانفتاح على الافكار الجديدة في اطار الروح الديمقراطية وانا سيصبح امناء النقابات كالاوتان ونصبح نحن يعني كفنانين كعابدة الاصنام وهذا لا يلق لا بد من تحليب هذه الروح الروح الديمقراطية وتبدل الافكار وان يتسمى النقاب برحابة الصدر وان يستمع لرأي الفنان وهذا ليس عيبا يعني موسيقى